السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة هنشاهد درس السالس جامع وطرح الاعداد النسبية وخواص عملية الجامع من الوحدة الاولى الاعداد النسبية من فرع الجبر والاحصاء من مادة الرياضيات للصف الاول الاعداد الفصل الدراسي الاول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب جمع عددين نسبيين متحد المقام على خط الاعداد تمسيل الاعداد النسبية على خط الاعداد يساعدك على جمعها يبا تمسيل الاعداد النسبية على خط الاعداد بيساعد على جمعها طب ازاي بنجمع الاعداد النسبية على خط الاعداد يعني فهمها مع بعض من المسال رقم واحد استخدم خط الاعداد في ايجاد ناتج سالب 3 على 5 زائد 4 على 5 هنا عندنا العددين النسبيين دولا متحد المقام. المقام هنا خمسة وهنا خمسة. الحل. اول حاجة عندنا هذه النقطة اللي تمثل سالب ثلاثة على خمسة. بيقولك نحدد النقطة اللي تمثل سالب ثلاثة على خمسة. وبعد كده بنتجه يمين وفقا لعدد وحدات بسط اربعة على خمسة. اللي هم ايه اربعة. يبقى عمس العدد سالب ثلاثة على خمسة. وبنتحرك يمين وفقا لإيه لعدد وحدات البسط بتاع العدد الثاني اللي هو اربعة على خمسة. اللي هو اربعة وحدات. فنقول قد واحد اتنين تلاتة اربعة. فهنا الناتج عيبقى واحد على خمسة. فيكون الناتج هو واحد على خمسة. بعد كده عنشوفه مع بعض اولا جمع الاعداد النسبية. اول حاجة معنا جمع عددين نسبيين متحد المقام. هنجمعه عددين نسبيين متحدين المقام. يعني المقام زي بعض. اذا كان الف على به وجم على به. عددين نسبيين هنا المقام به. فان الف على به زائد جم على به. يساوي الف زائد جم على به. يبقى هنا نعمل احنا نجمع البسط. والف زائد جم. والمقام عيبقى مشترك اللي هو المقام به. يبقى نقوله الف زائد جم على به. فمثلا تلاتة على سبعة زائد اتنين على سبعة تساوي. هنجمع البسط تلاتة زائد اتنين. وهنا المقام سبعة. نقول تلاتة زائد اتنين على سبعة. يديك خمسة على سبعة. طب سبعة على خمسة زائد سالب تلاتة على خمسة. هنا المقام خمسة. يبقى المقام زائد ما هو خمسة. ونجمع البسط. فنقوله سبعة زائد سالب تلاتة. هنا سالب في موجب بسالب. يبقى سبعة ناقص ثلاثة أربعة على خمسة. يبقى سبعة ناقص ثلاثة سوى أربعة على خمسة. طب رقم اتنين جمع عددين نسبيين مختلف المقام. المقام مختلف. إذا كان ألف على به وجيم على دال. عددين نسبيين. هنا المقام مختلف. هنا المقام به وهنا المقام دال. فإن ألف على به زائد جيم على دال يساوي ألف في دال زائد به في جيم على به في دال يعني الكلام ذا يعني يضرب أول حاجة بسط العاد الأول في مقام العاد الثاني يبقى هنا ألف في دال بسط العاد الأول في مقام العاد الثاني ده أول حاجة في طرف عملية الجمع وبعد كده مقام العاد الأول في بسط العاد الثاني فنقول به في جيم على المقام في المقام به في دال يبقى نقول ألف في دال زائد به في جيم على به في دال ناخد مثال الكلام ده قال لك 3 على 4 زائد 2 على 5 تساوي أول حاجة 3 في 5 زائد 4 في 2 زائد 4 في 2 على 4 في 5 يبقى 3 في 5 ب 15 زائد 2 في 4 ب 8 على 4 في 5 ب 20 15 زائد 8 على 20 تساوي 23 على 20 مثال رقم 2 أوجد ناتج جمع كل مما يأتي 4 على 7 زائد سالب 3 على 7 1 و 2 على 3 زائد 2 سالب 4 على 9 زائد 1 على 6 سالب 4 على 12 زائد سالب 9 على 6 الحل هنا سيقول لك 4 على 7 زائد سالب 3 على 7 تساوي هنا المقام متحد يبقى نجمع البسط فنقول لك أربعة زائد سالب 3 هنا سالب في موجب بسالب يبقى أربعة ناقص 3 واحد والمقام 7 يبقى 1 على 7 لأن العدد المتحد المقام طيب هنا عندي رقم 2 1 و 2 على 3 زائد 2 1 في 3 3 و 2 5 والمقام 3 يبقى العادة الثانية نخلي مقامه 3 نوحد المقامات فنقول لك 5 على 3 بقى ال 2 نتساوي العاد النسبي 6 على 3 ابقى 5 على 3 زائد 6 على 3 هنا عندنا المقام متحد يبقى نجمع البسط فنقول لك 5 زائد 6 على 3 تساوي 11 على 3 ابقى حولنا العاد الصحيح والكس إلى عدد كثري العاد الصحيح والكس حولنا إلى عدد كثري و العدد المختلف في المقام فجبنا ميم ميم الف للمقامات هو تلاتة وحدنا المقامات طب رقم تلاتة سالب أربعة على تسعة زاد واحد على ستة يبين عندنا سالب أربعة على تسعة نجيب ميم ميم الف للمقامات طمنتاشر فنقول هنا التسعة تبقى طمنتاشر نضرب بصتم مقام في اتنين فاتنين في تسعة بطمنتشر سالب 4 في 2 ب8 بسالب 8 هنا عندنا 1 على 6 吉انة ضبستوا مقام في 3 8 1 يبقى تساوي 8 على 18 3 على 18 يبقى وحدنا المقامات نجمع البس ثالب 8 زائد 3 على 18 سالب 8 زايد 3 تساوي سالب 5 على 18 في رقم 4 سالب 4 على 12 زايد سالب 9 على 6 تساوي هنا قبل الجمع نضع كل عدد نصبي في أبسط صورة ثم نوحد المقامات هنا عندنا سالب 4 على 12 تساوي سالب 1 على 3 يبقى سالب 4 على 4 فيها سالب 1 و12 على 4 فيها 3 سالب 9 على 6 سالب 9 على 3 تساوي سالب 3 و6 على 3 تساوي 2 يبقى هنا عندنا سالب 1 على 3 زايد سالب 3 على 2 هنا الواحد المقامات سالب 6 اللي هو 6 فنضرب هنا المقام ده 3 نخلوه 6 نضرب بسط المقام في 2 فتقول 2 في 3 ب6 والسالب 1 في 2 بسالب 2 وهنا الاتنين المقام نخلوها 6 نضرب برضو في 3 2 في 3 2 نخلوها 6 نضربها في 3 2 في 3 ب6 وهنا سالب 3 نضربها في 3 سالب 9 هنا المقام بيقى متحد 6 فنقول سالب 2 زايد سالب 9 على 6 تساوي سالب 11 على 6 سالين قواص عمية الجمع في مجموعة الأعداد النسبية لأي أعداد نسبية ألف على به وجيم على دال وهيه على واو بيكون أول حاجة خاصية الإنغلاق فهنا يستخدام الرموز ألف على به زايد جيم على دال نضرب ألف في دال زايد به في جيم على به في دال فألف في دال زايد به في جيم على به في دال تنتمي لنون إلى الأعداد النسبية يبقى عملية الجمع فيه الأعداد النسبية عملية منغلقة طبعا ناخد المثال 2 على 3 زايد 3 على 4 نقوله 2 فاربعة بتمانية و 3 فتلاتة بتسعة على 3 فاربعة بو 12 يبقى 8 زايد 9 على 12 تساوي 17 على 12 تنتمي لنون رقم 2 للإبدال عملية الجمع في النون عملية إبدالية ألف على به زايد جيم على دال تساوي جيم على دال زايد ألف على به مثال الكلام دا قال لك 1 على 2 زايد 1 على 4 تساوي 1 على 4 زايد 1 على 2 تساوي 3 على 4 الخاصية لقم 3 الدمج عملية الجمع في نون عملية دامجة فهنا ألف على به زايد جيم على دال بين قصين زايد هيه على واو تساوي ألف على به زايد بين قصين جيم على دال زايد هيه على واو تساوي ألف على به زايد جيم على دال زايد هيه على واو مثال الكلام دا قال لك 1 على 3 زايد 1 على 2 بين قصين زايد 1 على 4 تساوي 1 على 3 زايد بين قصين 1 على 2 زايد 1 على 4 تساوي 13 على 12 الخاصية الرابعة العاد المحايد الجمعي ألف على به زي السف تساوي سفر زي ألف على به تساوي ألف على به يبهنا عندنا السفر هو العاد المحايد الجمعي في نون السفر هو العدد المحايد الجمعي في نون اللي هي الأعداد النسبية 7 على 15 زي السفر تساوي سفر زي 7 على 15 تساوي 7 على 15 في رقم 5 وجود المعقوس الجمعي لكل عدد نسبي ألف على به يوجد معقوس جمعي هو العدد النسبي سالب ألف على به لكل عدد نسبي ألف على به يوجد معقوس جمعي هو سالب ألف على به حيث أن حيث ألف على به زائد سالب ألف على به تساوي سالب ألف على به زائد ألف على به تساوي السفر حيث أن السفر هو المحايد الجمعي. أنا أخذ المثال المعقوس الجمعي العادل النسبي خمسة على سبعة هو سالب خمسة على سبعة حيث أن خمسة على سبعة زائد السالب خمسة على سبعة تساوي سالب خمسة على سبعة زائد خمسة على سبعة تساوي سفر. نقاط هم المعقوس الجمعي العادل السفر هو نفسه. إذن المعقوس الجمعي للعدد سفر نفسه المعقوس الجمعي لأي عدد نسبي سالب ألف على به هو سالب سالب ألف على به يسأل ألف على به فمسأل المعقوس الجمعي العدد سالب 1 على 2 هو سالب سالب 1 على 2 يسأل 1 على 2 مثال رقم 3 احسب قيمة كل مما يأتي مع ذكر خاصية المستخدمة 1 2 على 3 زائد سالب 1 على 3 وسالب 1 على 3 زائد 2 على 3 رقم 2 1 على 7 زائد 2 على 7 زائد 3 على 7 و1 على 7 زائد بنقصين 2 على 7 زائد 3 على 7 ورقم 3 5 على 7 زائد سالب 5 على 7 وسالب 3 على 4 زائد 3 على 4 الحال هنا عندنا في رقم 1 2 على 3 زائد سالب 1 على 3 تساوي 1 على 3 هنا عندنا المقام متحت 3 والبسطس 2 زائد سالب 1 تساوي 1 يبساوي 1 على 3 وسالب 1 على 3 زائد 2 على 3 برضو ساوي 1 على 3 أي أن 2 على 3 زائد سالب 1 على 3 تساوي سالب 1 على 3 زائد 2 على 3 تساوي 1 على 3 استخدمنا هنا خاصية الإبدال بالنسبة للرقم 2 بنقصين 1 على 7 زائد 2 على 7 زائد 3 على 7 تساوي 3 على 7 هنا عندنا هنا المقام متحد يبقى نقول 1 زائد 2 3 يبقى ساوي 3 على 7 زائد 3 على 7 تساوي 6 على 7 طب 1 على 7 زائد 2 على 7 بنقصين زائد 3 على 7 هنا عندنا 2 زائد 3 5 يبقى 1 على 7 زائد 5 على 7 يساوي 6 على 7 أي أن بنقصين واحد على سبعة زائد اثنين على سبعة بررقص زائد ثلاثة على سبعة تساوي واحد على سبعة زائد بين قصين اثنين على سبعة زائد ثلاثة على سبعة تساوي ستة على سبعة احنا هنا استخدم خاصية الدمج بالنسبة لي رقم ثلاثة خمسة على سبعة زائد سالب خمسة على سبعة تساوي سف وسالب ثلاثة على أربعة زائد ثلاثة على أربعة يساوي سف هنا عندنا المعقوس الجمعي للعدد 5 على 7 هو سالب 5 على 7 وناتج جمعهم يساوي سف والمعقوس الجمعي للعدد سالب 3 على 4 هو 3 على 4 وناتج جمعهم برضو يساوي سف أي أن 5 على 7 زائد سالب 5 على 7 تساوي سالب 5 على 7 زائد 5 على 7 يساوي سف خاصية المعقوس الجمعي وبرضو سالب 3 على 4 زايد 3 على 4 يساوي 3 على 4 زايد سالب 3 على 4 يساوي سف وبرضو استخدمنا خاصية معفوصة الجمعية مثال رقم 4 استخدم خواص عملية الجمع في نون لإيجاد ناتج ما يلي 2 على 7 زايد 3 على 4 زايد 4 على 7 زايد بنقصين سالب 3 على 4 ورقم 2 5 على 4 زايد سالب 3 على 5 زايد سالب 25 على 4 زايد 28 على 5 الحال أول حاجة عندنا 2 على 7 زايد 3 على 4 زايد 4 على 7 زايد سالب 3 على 4 نستخدم خاصية الإبدال والدمج ندمج بين 2 على 7 زايد 4 على 7 زايد 3 على 4 زايد سالب 3 على 4 يبقى نجبي بين دول ودول طيب هنا 2 على 7 زايد 4 على 7 تساوي 6 على 7 طيب 3 على 4 زايد سالب 3 على 4 العدد ومعقوسه الجمعي حاصل جمعه يساوي سف يبقى نقول 6 على 7 زايد سف يساوي 6 على 7 وهنا استخدمنا المحايد الجمعي رقم 2 5 على 4 زايد سالب 3 على 5 زايد سالب 25 على 4 زايد 28 على 5 نستخدم خاصية الإبدال والدمج نجمع بين 5 على 4 زايد سالب 25 على 4 ونجمع بين سالب 3 على 5 زايد 28 على 5 نجمع بين القصين هنا وبين القصين هنا هنا اقوله خمسة خمسة زائد سالي بخمسة dog 29 ذاك ساليب 20 على أربعة وساليب ثلاثة زائد 27 تساوي 25 على خمسة طب هنا عندنا ساليب 20 على أربعة الديك ساليب 5 وخمسة وعشرين على خمسة بخمسة ساليب خمسة زائد خمسة يساوي سفل واستخدمنا المعقوس الجمعي ثالثا طرح الأعداد النسبية تعريف عمل الطرح في نون قال لك إذا كان ألف على به وجيم على دال عددين نسبيين فإن ألف على به ناقص جيم على دال تساوي ألف على به زائد سالب جيم على دال جمعنا المعقوس الجمعي للعادة النسبي لبعد علامة الطرح أي أن عمل الطرح ألف على به ناقص جيم على دال هي عملية جمع العدد ألف على به مع المعقوس الجمعي العدد جيم على دال اللي هو العدد المطروح مع المعقوس الجمعي العدد جيم على دال طبعا نفهم مع بعض لما نشوف المسال الرقم 5 وجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة 3 على 7 ناقص 5 على 7 و 3 على 4 ناقص 2 على 3 3 و 1 على 5 ناقص 2 و 1 على 3 الحل هنا عندنا 3 على 7 ناقص 5 على 7 عن نجمع المعقوس الجمعي نحول عملية الطرح إلى عملية الجمع عن نجمع المعقوس الجمعي للعدد دا طبعا المعقوس الجمعي للعدد دا اللي هو سالب 5 على 7 طبعا نقوله زائد سالب 5 على 7 هنا سالب موجب بسالب يبقى 3 على 7 ناقص 5 على 7 3 ناقص 5 على 7 سالب 2 على 7 هنا احولنا العملية الجمع بس جمع المعقوس الجمع الخامسة على 7 هنا عندك زائد سالب 5 على 7 سالب لمجب سالب رجع لتالي عملية الطرح 3 ناقص 5 على 7 سالب 2 على 7 بالنسبة لرقم 2 3 على 4 ناقص 2 على 3 نفس الفكرة برضو المسألة يرجع الطرحي ثاني. ليه؟ نحولها للمسألة الجمع. جمع المعكوس الجمع الاثنين على ثلاثة. طب المعكوس الجمع الاثنين على ثلاثة سالب اثنين على ثلاثة. فنقوله ثلاثة على اربعة زائد سالب اثنين على ثلاثة. طب موجب بسالب يبقى المسألة رجع الطرح تاني وهنا وحدنا المقامات جبنا الميم ميم ألف المقامات هو 12 فهنا 3 على 4 نضرب بسط المقام في 3 عشان تجيب المقام 12 4 في 3 في 12 و3 في 3 في 9 وهنا برضو المقام 12 يبقى نضرب بسط المقام 3 في 4 12 و2 في 4 8 يبقى المسألة 9 ناقص 8 على 12 يسأل 1 على 12 بالنسبة لرقم 3 3 و1 على 5 ناقص 2 و1 على 3 نحاول العدد كسري نضرب 3 5 15 1 16 16 على 5 2 في 3 6 1 7 7 على 3 نحاولها العملية الجامع المعقوس الجامع 7 على 3 7 على 3 وبعد كده نجيب ميم ميم ألف المقامات اللي هو 15 يبقى نضرب بسط المقام العدد ده بسط المقام في 3 ف3 في 5 15 والطرف الثاني بسط المقام في 5 5 في 3 15 وخمسة بسبعة بخمسة وثلاثين كده وحدنا المقامات فبعد كده نقول 16 على 5 بيجي 48 على 15 زائد سالب 35 على 15 سالب في موجة بسالب بيجي 48 واربعين ناقص 35 والمقام متحد 15 بيجي 13 على 15 بالنسبة لي مثال رقم 6 وجد باقي طرح 3 على 5 من سالب 2 على 5 ما الزيادة ما زيادة 75% عن 1 على 2 الحل سالب 2 على 5 ناقص 3 على 5 تساوي هنا عندنا نحن نحول هذه العملية جمع طب هنا المعقوس الجمع 3 على 5 سالب 3 على 5 طب سالب موجة بسالب يبا هنا عندنا سالب 2 وسالب 3 بيجي سالب 5 على 5 يعني ساوي سالب 1 طب هنا باقي طرح 3 على 5 من سالب 2 على 5 تعني سالب 2 على 5 ناقص 3 على 5 بالنسبة لرقم 2 75 ناقص 1 على 2 هنا يقولك زيادة 75% عن 1 على 2 تعني 75% ناقص 1 على 2 75% معناها 3 على 4 فنقول 3 على 4 ناقص 1 على 2 هنا على واحد المقامات فنجيب من ميم ميم ألف للمقامات هو 4 فهنا عنديها 3 على 4 ناقص 1 على 2 نضغب بسط في مقام في 2 2 2 في 2 4 1 في 2 2 وبعدك نحول المسألة الجمع نجمع المعقوس الجمعي 2 2 على 4 مجمع سالب بسالب 3 على 4 ناقص 2 على 4 9 1 على 4 وبكده كنت وصلنا معكم لنهاية الدرس النهار رجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة